أطلق رئيس الوزراء أبي أحمد حملة تجديد صيفي تطوعي لمنازل ذوي الاحتياجات الخاصة مع عضاء من الحرس الجمهوري وباشر رئيس الوزراء اليوم تجديد منازل سبعة من ذوي الاحتياجات الخاصة في منطقة أرات كيلو وقال رئيس الوزراء أنه سيتم تجديد ما يصل إلى خمسة عشر منزلا من قبل رئيس الوزراء وأفراد الحرس الجمهوري خلال فصل الخريف وقال علينا جميعا أن نعمل معا لتغيير حياة الضعفة من حولنا وسنضمن بذلك ازدهار البلاد من خلال تعزيز ثقافة المساعدة المتبادلة هذه والتركيز على التنمية كما دعا وسأل الإعلام إلى أن تفعل الشيء نفسه لذوي الاحتياجات الخاصة في المنطقة